التحول لمدينة يشباح ليس ورقة عبور من خارطة الاستهداف بلدات لبنانية جنوبية خلت إلا من الضمار مثل عيت الشعب لا تزال محور المواجهات هناك ضحية بيروت الجنوبية تلقفت أحياؤها أكثر من 17 غارة لكن أعنفها في الليلة التي سويت فيها 6 مباني بالأرض أما سياسة الإنذارات المسبقة للإخلاء فلم تطبق في حارة حريك لتباغتها غارتان وصفتها بالأعنف غارات زعم الجيش الإسرائيلي استهدافها لمشاءات تخزين أسلحة حزب الله وتصنيعها هذا ويستمر مسلسل المسيارات المتنقلة عشوائيا آخر حلقاته استهداف سيارة على طريق الكحالة في جبل لبنان أدت لمقتل شخصي بزيج من الوميض الأبيض القاتل وحرائق أشعلتها الغارات جزء من مشهد عشته مناطق جنوب لبنان الحدودية في الساعات الأخيرة فالقصف الإسرائيلي بالقنابل الفسفورية خلف سيارات محترقة ودمار هائل فيما البالونات الحرارية ألقيت فوق مناطق سور والنقورة وفي الجنوب اللبناني أيضا سجل الجيش اللبناني ثاني استهداف قاتل عناصره خلال أربعة أيام فقط معلنا مقتلى ثلاثة عناصر في قصف على خراج بلدة ياط البنت جبيل أثناء إخلاء جرحة هناك